بسم سهر الخير أعزائي المشاهدين وأهلا ومرحبا بكم وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة أنا ما كنتش عارف المقدمة الشعرية للمهندس عاد لي بدأ بها دي رؤوس الدبابيس ورؤوس الحرب طبعا كل يوم التاني ألمت هيألهم الكلام الزغير اللي بيتقال ده قد ينال من حقيقة من حقائق النادي الأهلي أو قد ينال من العاملين في النادي الأهلي أو قد ينال من شكل وصورة النادي الأهلي وانتصاراته المتتلية وجدارته أو علاقاته ببعضي الحقيقة الموضوع باخ وزاد ولابد أن تكون هناك وقفة مش مع الأشخاص بقى ولا حتى في التفاصيل وقفة في الخطوط العامة الخطوط العامة أستاذ إبراهيم ما ينفعش إن إحنا نعيش هذه الأجواء أجواء الابتزاز الإعلامي إذا كنت أنت مش راضي عن تصرف مني طب أنا حوريك بقى والتاني أقول لك نفس القضية التي يتناول عن النادي الأهلي بشكل فيه إلحاح وتوقيع يمر بها مرور الكرام بالنسبة لغيره يعني مثلا ملف التجديد لحمة فتح وابضالة السعيد تجد أحد المقدم البرامج واخدوا وحقوهم ويا ما ضحوا ويا ما إدوا ويا ما عملوا وحجموهم وبعدين في نفس الجملة يقول لك إيه بينما بينما ينتظر الشناوي وطارع حامد التجديد فلسط كده يعني فين فين الموضوعية فين الموضوعية فين إنك أنت لما يعني إحنا هنا بنحاول إن إحنا نتوخى الحضر إن إحنا بنقعش في فخد شخصنا وإنت كويس إنك عامل فقرة عن هذا الموضوع فأنا عايز أقول لهم يا جماعة أوعوا تفتكروا ده حينامي النادي الأهلي ده النادي الأهلي النهاردة ورده مهير وعيا وراء دينيا بتتبعوا والحقيقة واضحة على لسان المنافسين مش على لسان المؤيدين فأرجوك أن نكف عن هذه المحاولات وندع قفلة الرياضة تسير في اتجاه سليم شوية